النهاردة هنتكلم عن خبر جميل جدا خبر فرح قلوبنا كلنا وهو خروج الفنانة ياسمين عبدالعزيز من المستشوى ولحظة خروجها من المستشوى وفرحتها وفرحت جوزها أحمد العودي بخروجها من المستشوى بس قبل أي حاجة من فضلك انزل اعمل لايك للفيديو ولو مشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان كل جديد يجي لك لحد عندك هنكمل الفيديو بس بعد الفاصل النهاردة معنا خبر سعيد خبر كله فرحة فرح قلوب كل الجمهور وهو خروج الفنانة ياسمين عبدالعزيز من المستشوى اللي كانت موجودة فيها في سويسرا طبعا كلنا عارفين قصة تعب ياسمين وغلطة الدكتور اللي سبب في صفر ياسمين عشان تكمل علاجها في سويسرا وهي الحمد لله خلاص كملت علاجها بالكامل وعرفنا انها خلاص خرجت من المستشوى النهاردة الصبح بعد ما خفت تماما كمان عرفنا ان ياسمين عبدالعزيز وجوزة احمد العودي قرروا انهم يعملوا سيشن بعد خرجهم من المستشفى وان ياسمين عبدالعزيز وجوزة احمد العودي هيطلعوا يحكوا الحكاية كلها من اول ما دخلت المستشفى في مصر لحد ما خرجت من المستشفى في سويسرا هيحكوا كل حاجة واللي حصل مع ياسمين والدكتور اللي سبب بغلطته ليوصول ياسمين سويسرا عشان تضطر انها تعمل عملية تانية هناك وطبعا السيشن ده هيعملوا لما يرجعوا مصر وهتكون فكرة السيشن اللي هتعملوا ياسمين واحمد العودي هو عبارة عن مجموعة صور وفيديو قصير هيحكوا فيه كل الحكاية عشان الناس تعرف ايه اللي حصل بالزبط كمان هيكون في الفيديو ده ردوا صخرية من ياسمين والعودي على الناس اللي قالوا انهم اتطلقوا وعرفنا ان احمد العودي قال لي ياسمين طبعا بعد اخرجها من المستشفى دول بيقولوا علينا اننا اتطلقنا فردت ياسمين علي باغنية كلام الناس لبيقدم ولا ياخر الاغنية دي اللي حضراتكم اكيد عارفينها النهاردة كله فرح وسعادة في القناة بخروج فنانتنا الجميلة ياسمين عبدالعزيز خلاص من المستشفى وكلها يومين او ثلاثة بالكتير وترجع مصر هي وجوزها بس مش هترجع للشغل على طول لانها اكيد هتحتاج فترة نقاها قبل رجاع للشغل لان زي ما كلنا عارفين انها خارجة من كذا عملية والحية مش عارفين هل هتقضي فترة النقاها دي في مصر ولا في سويسرا ولا في اي دولة تانية عموما الحمد لله اننا اتطمننا عليها وانها خلاص خرجت من المستشفى وان جزء احمد العودي معاها ومستيبها ولا حاجة احمد العودي يا جماعة لما سافر لياسمين رح لها عشان يكون جنبها في وقت تعبها ومرضها وعشان كمان يرد على الناس اللي قالت انهم اطلقوا رح عشان يقولهم دي زوجتي دي مراتي انا مستيبها زي ما انتم عمالين تحكوا وتتكلموا علينا وتقولوا احمد طلق ياسمين واسابها في تعبها والكلام الفاضي ده اللي للأسف الناس صدقته وفي نهاية فيديو النهاردة طبعا كلنا بنقول لفنانتنا الجميلة ياسمين عبدالعزيز الفحمدالله على السلامة ويلا شد حيلك بسرعة لانك وحشت جمهورك جدا جمهورك اللي عايز يشوفك فقارب فرصة على الشاشة وبكده يكون فيديو النهاردة خلص لكن لسه أسرانا ما خلصتش استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم اشتركوا في القناة